بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم لقاء جديد في برنامج إنه الله جل في علاه أيها الأحبة الأفاضل تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم الله الغني اسم الله الغني والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أحبة في الله الله هو الغني فهو غني بذاته وسلطانه وملكوته عز وجل وهو يغني من يشاء ويفقر من يشاء وتكلمنا في الحلقة الماضية واللقاء الماضي عن بعض الدروس والثمار من هذا الاسم وقلنا أن الناس والخلق إلى الله عز وجل هم على نوعين من الافتقار الافتقار الاضطراري والافتقار الاختياري الافتقار الاضطراري كل الخلق يفتقرون إلى الله اضطراريا إلى الربوبية أما الافتقار الاختياري فهو لا يكون إلا لأهل الإيمان يعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمته وغناه ويعرفون أنفسهم بضعفهم وحاجتهم فيفتقرون إلى الله عز وجل والناس يتفاوتون في هذا الباب بحسب إيمانهم بحسب إيمانهم ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم مثلا قصة موسى رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير كذلك في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف واللهم إني أشكريك ضعف قوتي وقلة حيلتي هواني على الناس إلى آخر ذلك أقول الافتقاري والأحبة مبدأ عظيم جدا لله سبحانه وتعالى وكلما افتقرنا إلى الله كلما أغنانا الله وحافظنا هنا بعض الدروس المهمة التي ينبغي أن نشير إليها في تعاملنا مع اسم الله الغني الله غني وعن خلقه كله الله سبحانه وتعالى هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني سبحانه غنى مطلق إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ظري فتضرني ولذلك من آثار هذا الاسم أيها الأحبة نعلم أن خزائنا كل شيء بيد الله عز وجل خزائن السماوات والأرض خزائن الرزق خزائن البركة خزائن الرحمة خزائن المغفرة هي بيد الله سبحانه وتعالى لأنه الغني فهو غني من كل وجه ولذلك أقصد الغني أقصد الغني الغنى المطلق ليس الغنى النسبي فيعطيك الغني لأنه غني كريم سبحانه وتعالى إذا أعطى لا يعطي لحاجة وإذا تكرم لا يتكرم لحاجة ولا ينتظر منك عوضا أصلا فمن أراد الغنى الحقيقي أن يلوذ بباب الغني سبحانه وتعالى فتصبح غنيا كونك أنك اتجهت إليه ويغنيك من فضله ومن عطائه ومن كرمه ومن جوده ومن إفضاله لماذا؟ لأن كل خزائن بيد الله سبحانه وتعالى يد الله يد الله سبحانه وتعالى لا يغيضها نفق أبدا سحاء الليل والنهار ما يغيض مما عند الله عز وجل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كذلك أيها الأحبة كلما افتقرنا إلى الله كلما أغنانا الله وكلما أحبنا الله وكلما أكرمنا الله سبحانه وتعالى يا أخواني هذا في البشر موجود فكيف في رب البشر سبحانه أنت إذا ذهبت إنسان غني وكريم وإنسان يعني عرف بأنه صاحب أخلاق عالية فكلما تفتقر إليه ويعرف حالتك يعطيك ويمن عليك وهو بشر مثلك فكيف بملك الملوك الغني صاحب الغين المطرق فينبغي دائما أبدا يا أحبابي أن نفتقر إلى الله أن نفتقر إلى الله وأن ندعو الله بهذا اللهم لا حول لي ولا طول إلا بك اللهم أنت الغني وأنا الفقير اللهم اغنني من فضلك من جودك من عطائك دائما تعترف بفقرك وحاجتك وذلتك له سبحانه جل في علاه علينا أيها الأحبة أن ننزل رغباتنا وطلباتنا بباب الغني دائما أبدا أيها الأحبة كل طلبات الإنسان كل رغبات الإنسان ضعها أمام الغني سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال ولذلك أيها الأحبة عن الإنسان دائما أبدا أن يلوذ بحمى الغني سبحانه وتعالى نكثر من سؤال الغني ومن دعائه يا أخواني الغني يحب منا أن ندعوه أن نسأله الله سبحانه وتعالى يغضب من العبد الذي لا يسأله سبحانه اسأل ربك ادعو الله فإن الغني عز وجل يحب الملحين من عباده الله سبحانه وتعالى يغضب من الذي لا يسأله يا أخي اسأل الله عز وجل يا أخي الله عز وجل يحب الذين يدعونه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله إن الله يحب الملحين في الدعاء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ولذلك الدعاء يغضب من أعظم أسباب الغنى إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح في المسألة مرة وثنتين ومئة ومئتين وألف وألفين دائما ألح في الدعاء يا عبد الله وكما قال ابن القيم رحمه الله من أذمن الطرق يوشك أن يفتح له نحن في هذا الشهر الكريم يغضب شهر الدعاء وشهر الصيام وأنظر يا عبد الله إلى آيات الصيام كيف دخلت آيات الدعاء بينها يذكر الله آيات الصيام ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وطفة إلى نسائكم إذن يا عبد الله أدعو الله سبحانه وتعالى فإن الغني عز وجل من أسباب أعطائه أن تدعوه سبحانه وتعالى فإذا دعوت الله الغني أعطاك لأنه غني سبحانه وتعالى نعلق قلوبنا بالغني سبحانه ولا نعلقها بغيره أيضا الغني سبحانه وتعالى يا أخواني ترى عطاءه أعطاء لا يخطر لك على بال ولذلك الجنة ماذا قال الله عنها أعددت العبادي الصالحين ما نعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلذلك عطاء الله يعطي عطاء لأنه الغني سبحانه عطاء يتوافق مع غناه قال صلى الله عليه وسلم إن أقل أهل الجنة منزله لمن ينظر في ملكه ألف سنة ينظر في ملكه يا أخواني ألف سنة أقل أهل الجنة من يملك عشر تضعاف الدنيا فالله هو الغني سبحانه جل في علا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها لماذا لأنه الغني وكل شيء عنده سبحانه جل في علا كذلك أيها الأحبة الغني سبحانه وتعالى وعد وعد ماذا وعد إنك إذا شكرته لما أعطاك زادك الله أكبر يا أخواني وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدا لكم ولئن كفرتم من عذاب إلى شديد فالله سبحانه وتعالى يا أخواني وعد أنك إذا شكرته وهو الغني سبحانه وتعالى زادك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب إلى شديد فالغني سبحانه وتعالى كل ما شكرته كل ما زادك وكل ما تفضل عليك وعد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يا أخواني يقول وما بكم من نعمة فمن الله ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دخل عمر رضي الله عنه وارضاه يوما المسجد فوجد رجل قد رفع كفه إلى السماء يدعو الله اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل فانتهره عمر قال ما هذا الدعاء يا رجل قال يا أمير المؤمنين أما سمعت قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فقال عمر أوه يا عمر كل الناس أفقه منك فبالتالي أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى إذا شكرناه فهو يعطينا أضعاف ما أعطانا لأنه الغني ولا يعطي عن حاجة ولا يعطي عن فقر بل يعطي عن غنى وغنى مطلق سبحانه جل في علا يا أخواني الذي ينظر إلى عطاء الله الله عز وجل يغني الكافر يغني الكافر فكيف بالمؤمن فكيف بالمؤمن ولذلك أيها الأحبة لابد أن نحسن ظننا بالله سبحانه جل في علا مشكلة الرزق عند الناس مشكلة عويصة ما تكاد تجلس في مجلس ولا في مسجد ولا في مكان إلا وتسمع شكوى الناس من الرزق قلت ذات اليد من الفقر من الحاجة أيها الأحبة مع الأسف مع الأسف نحن عندنا أبواب الخير مشرعة وكنوز لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض موجودة ومع ذلك كثير من الناس ما يحسن اغتنام هذه الفرص أحبة في الله بالمناسبة أرزاقنا نحن فيها مسيرون إن روح القدس نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكبن رزقها فاتقوا الله وأجمله في الطلب وبالتالي أيها الأحبة الرزاق هو الله المعطي هو الله سبحانه وتعالى الغني هو الله سبحانه وتعالى علينا أن نحسن كيف نطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى بالأسباب الشرعية الغناء والأحبة والعطاء والمنع بيد الله ولذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لما يرزق أيها الأحبة بغير حساب الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون هذه مستقرة في قلوبنا وفي أذهاننا الثاني من أسباب الغنة أيها الأحبة أن نتفرغ للعبادة نتفرغ نعم نبنس في المسجد لا 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 ليس هذا المقصد الله عز وجل سبحانه وتعالى ماذا يقول في الحديث القدسي يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرا تفرغ لعبادتي وقت العبادة عبادة وقت الصدق مع الله صادق أن تجعل قلبك هذا مملوءا بحب الله والغنى بالله والتعلق بالله سبحانه وتعالى ليست القضية قضية دروشة وجلسة في المساجد لا 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 القضية أن اجعل قلبك هذا عامرا بالله بحب الله وعبادة الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى تفرغ لعبادتي لذلك أيها الأحبة الإنسان دائما يجعل حياتك كلها لله اعمل واشتغل وادرس وفعل لكن اجعل حياتك محورها لله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله و جعل فقره بين عينيه و لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له و من كانت الآخرة همه الآخرة جمع الله عليه شمله و جعل غينه في قلبه و أتته الدنيا و هي راغمة عرفنا الآن قلية تفرغ لعبادتي اجعل قلبك عامرا بالله سبحانه وتعالى بطاعة الله و بالتعلق بالله سبحانه وتعالى كذلك من أسباب الغينة أيها الأحبة إنزال الفاقة بالله عز و جل ليس بالخلق قال صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته و من أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أم آجل حديث صحيح أيها الأحبة فبالتالي دائماً يا أخواني ندعو الله و نلح في السجود في قيام الليل في الثلث الأخير حين التنزل للإله أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له أنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى رابعاً أيها الأحبة من أسباب الغنى المتابعة بين الحج و العمرة كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج و العمرة لماذا؟ قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد و الذهب و الفضة و الحج الممرور ليس له جزاء إلا الجنة شف تابعوا لماذا؟ ينفيان الفقر والذنوب فقدم الفقر صلى الله عليه وسلم على الذنوب لأن الناس في حاجة إلى هذه القضية المتابعة بين الحج و العمرة كذلك أيها الحبة من أسباب الغنى و الرزق تقوى الله تعالى تقوى الله و من يتق الله يجعل له مخرجة و يرزقه من حيث لا يحتسب و يرزقه من حيث لا يحتسب لذلك أيها الحبة تقوى الله مراقبة الله في السر و العلن ترك الذنوب و المعاصي كل هذه تؤدي إيش؟ تؤدي إلى أن الإنسان يرزق يقول صلى الله عليه وسلم و إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه بالذنب يصيبه و لذلك الذنوب و المعاصي تبعد الرزق أيها الحبة ما نزل بلاء إلا بذنب و لا رفع إلا بتوبة كذلك أيها الحبة من أسباب الرزق كثرة الاستغفار و كما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجة و من كل ضيق مخرجة و من كل بلاء عافية و يرزقه من حيث لا يحتسب و أعظم من ذلك قول الله عز وجل على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم منه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهار كذلك أيها الأحبة من أسباب الغناء و كثرة الرزق صلة الرحم صلة الأرحام أيها الأحبة من أحب أن يمسط له في رزقه و أن ينسى له في أثره فليصل رحمه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يمسط لك في رزقك عبد الله ينسى لك في أثرك قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن الصلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأجل محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأجل كذلك من أسباب الغناء الصدقة نعم أنفق ابن آدم أنفق عليك مثل الذين ينفقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم يقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تصبح مثل الجبل و في رواية مثل جبل أحد فبالتالي أيها الحبة الصدق باب عظيم من أبواب الرزق كان علي رضي الله عنه و أرضاه يقول استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة أيضا من وسائل الرزق أيها الأحبة الدعاء الدعاء ادعو الله دائما أن الله يرزق الهجرة أيضا يعني الإنسان يا أخواني الرزق لا يكون فقط في أرض يا أخي يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة فالإنسان ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا و كما يقول الحركة بركة وبورك لأمة في بكورها هذه كلها أسباب الرزق أيها الأحبة التي يغفل عنها كثير من الناس و أما محق الرزق فالذنوب المعاصي أيها الأحبة من أعظم أسباب محق الرزق ولا حوله ولا قوة إلا بالله إذن أيها الأحبة من الغني؟ إنه الله الغني المطلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه و أن يكفينا في الدنيا و في الآخرة و أن يجعلنا و إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم إننا نسألك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا من كل داء و صلى الله على محمد و على آله و صحبه وسلم و الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر